اشتركوا في القناة لا ان شاء الله تعود هي اللي فيه مفارقتين صاروا بهذه الزيارة انه اولا مبادرة الملك سلمان الى دعوة فخامة الرئيس اولا مبادرته بتهنته كرئيس ودعوته الى المملكة وهذا كان تأكيد المملكة ما كان حتى فيتو على اي اسم كما كان يصور لنا تانيا تأكيد لبنان الرسمي انه لبنان عربي ويقف جنب اشقاء العرب ولكن اليوم هذا العهد اللي بيبشر بالامان نحنا اللي بنتمنيه على الكل بدنا شوية نستعين من النشيد الوطني جملي كان يقول نشيد الوطني قولنا والعمل نحنا اليوم نحط قولنا على جنب ولننصرف الى العمل لانه عهد يبشر بالكثير من الامان والوعود ستنفذ وبداية العهد بهذه الحكومة بالانجازات العمالة على صائدات ملفان ثلاثة اساسيين تعاملها مع المجزرة اللي صارت باسطنبول وكلفتنا ضحايا لبنانية الله يرحمهم كيف تعاملت معهم بكل مصدقي وهذا وتعيين المدراء بإدارات مهمة بالهاتف بوجيرو وهذا وإقرار مراسيم الناس هذا شو بيعمل بعيد السقة والمصدقية للبنان شو كان فائد لبنان هالسنتين استاذ عبدالوسة نتالي مش أمن وإستقرار كان عنا أمن وإستقرار بانما كان كلما تفوت على موقع دولي لتحط اسم مطعم لبناني بيطلع لك وورنين تحزير ما حدا يجي على لبنان ليه لأنه ما كان فيه مصدقية بالإدارة بهذا العهد جديد فخامة الرئيس عم بيعطي مصدقية وثقة وحكومي عم بتمارس عمل سوف نشهد أول مفاعيل هذه الزيارة مشاهد ما حدا يحملها كما بتحمل رفع الحذر عن مجيء السعودين إلى لبنان ورفع الحذر على رعاية دولة الإمارات لأن دولة الإمارات حتى حذر ممنوع رعاية يجو على لبنان المملكة وبعض دول الخليج كانوا حتين حذر بقى اليوم إن شاء الله أنه حيرفع هذا الحذر كان واضح بكلمته الملك مبارح أنه دعي كل المواطنين لتبادل الزيارات وعودتهم للإمارات ومثل ما اليوم تفضلتوا أعلنتوا من عالم مبارك هناك بعض الاستثمارات اللي بدأنا نشهدها لأن هذه العملية لا تحتاج إلى الكثير من الاتفاقية والمملكة الشعب السعودي بيحب لبنان ومعود على لبنان واللبناني بيحب شعب المملكة ونحن عايشين معهم المملكة ونعايشين معنا العملية وبالعودة وهناك تحضيرات لإجراء وفود ولقاءات متبادلة المفاعل الثاني اللي مهمة بهذا الموضوع أنه اليوم أكيد حنرجع نشهد ارتفاع بالمستوى التمثيلي يعني ما بقى مفروض على مستوى قائم العمال رغم جهود الجبارة اللي برز ساعد قائم العمال على إرساء نوع من العلاقات الثقافية الأدبية الشعرية والثقافية والإتصادية مش بس أنه سياسية ونتمنى هنا يترأي يعمل سفير بس يجب أن تعود العلاقات إلى طبيعتها على مستوى سفير والباقي نتركه للعلاقات يعني ما بدنا نحمل الزيارة أكثر من هاي نحنا ما رح نشهد نحنا ما بدنا مصاري حرام نقول كل مرة طالع لبنان يطلب مصاري صدقوني نحنا كل البنان نطلبهم نأكد لشعب المملكي وإيادة المملكي نحنا دولة عربية ونحنا ما بدنا نعادي إيران لنصالح المملكي ما بدنا نعادي المملكي لصالح إيران أهلا وسهلا اللي بيساعد الدولة اللبنانية أهلا وسهلا اللي بتعامل مع اللبنان كدولة وحكومة مؤسسات كما تفعل مملكي أهلا وسهلا نحنا كنا دائما وأبدا ضد أي دولة بتساعد فصيل سياسي على حساب الآخر إن كانت المملكة ولا إيران ولا أي حدا ما حدا يفهم خطأ اليوم نشهد عودة لبنانية إلى المنبر الدولي بالمصدقية اللي عم يعملها العهد فخامة الرئيس العماد من شيلون مثل ما العهد انطلق نحن رح ننطلق هلا في قراءة عناوين الصحف مع النهار صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السعودية الهبة المجمدة للجيش وعد بالمتابعة مع الوزراء المختصين تطمينات بالجملة لجملات من المستقبل والقوة حلوة هالجملة عم نبلش نحمل راح الجنرال عون راح يجيب مصاري راح يجيب الهبة راح يعيد العلاقة بي تو بي يعني مؤسسات لمؤسسات انا كتير مشرور باخراج هذه الزيارة كيف عم تسير وزير عم يشتمع مع وزير ملف عم يندرس بملف هذه طبيعية هذه العلاقة وهذه اللي لازم تسير وهذه الهبة بتروح تدرس بين ملفات الوزراء المختصين متماع درس ملف العلاقات الخارجية ملف العلاقات الإعلامية ملف العلاقات الإقتصادية بصحيفة الأخبار عون يعيد السعودية إلى لبنان وبالصورة أزمة الصحف المواجهة لرثاء ومنتابع مع صحف الصادرة صباح هذا اليوم بصحيفة الجمهورية مقاتل الجمهورية الستين ثغرت العهد وبالصورة سلمان لا بديل من لبنان بإطار لقاء القم اللي صلى الله عليه وسلم يعني اليوم ملك سلمان ربي بلبنان عيش بلبنان بيعرف لبنان بيكنل له كل احترام وذكريات جميلة عن لبنان وبيتمنى أنه نحنا كلبنان نرجع نحترم مؤسساتنا الدستورية وعملناها واتخبنا فخامة الرئيس صارع لنا حكومي وصارع لنا عهد جديد اليوم هذه السئة والمصدعية سوف تترجم على أرض الواقع ليس فقط مع المملكة العربية السعودية مع الدول الخليجية كلها وكل باقي دول العالم الرئيس عوني اختتم في هذه الأثناء زيارته إلى المملكة العربية السعودية يقول نوفر الأمن والاستقرار في لبنان وهما العنصران الأساسيان لبناء الأقتصر السيد عبدو المفارقة هالسنتين كل دول أوروبا وتركيا تعرضت إلى العديد من الهجمات الإرهابية الشنيعة لم يتوقف أبدا مجيء الناس إليها يعني كان كل الرعاية عم تروح على تركيا عم تروح إلا لبنان كان البلد الآمن يعني بوسط نار المنطقة لبنان كان البلد الآمن غريب كان فيه حذر من كل الرعاية مش بس الخليجيين كان موقف سياسي أكثر من أنه تقطعه السحكومة أو فراغ 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 هذا الفراغ الرئاسي بتيجي الدول بتقولك بلد ما بيحترم مؤسساته الدستوريين ما بينتخب رئيس إنهم انتخبنا رئيس وشفنا ومش أي رئيس يعني أنت انتخبت أكبر زعيم مسيحي شأن أبايناء شاء أمن شاء أبا من أبا بتختلف معه بتحبه بتوافقه بالسياسة أكبر زعيم مسيحي وأول مرة بيجيكي رئيس زموري فعلا يمثل شعول مثل ما بيجي رئيس حكومي مثل ما بيجي رئيس مجلس من رحم الشعب هذا من رحم الشعب هذا أرخى كتير ب بوزيتيفتي عطى إيجابية على ساعد الشارع الشارع اللبناني وهذا اللي عم يعطي مصدقية دولية وخاصة عنوان هذا العهد محاربة الفساد لك تحيات من كاليفورنيا تحديدا من اللي حتشيته بسمي أخلاب سهلا أنت طاير بين السعودية وقطر أي أدى الوقت شي ساعة ساعة وشوي حدود بعضهم أي هني على حدود بدو يطلع هو رياض خبار بيوصل على قطر من منطقة شرعية من جدي على قطر شي سادي يعني إن شاء الله بالسلام اللي يسبب المرافق ليوصلوا لقطر لما أنك موجود معهم لأنه نحن هذه المرة ارتعينا أولا جالي اللبناني مشكورة كلها موجودة بالرياض بس ارتعينا كهيئات اقتصادية أنه اليوم هو مطلب فخمت الرئيس أنه يرفقوا هيئات اقتصادية العديد من الزيارات هنعملها كهيئات اقتصادية بقى أنا هون هنضم لوفد الهيئات الاقتصادية لما يصير فيه وفد أنا كنت معزوم ومدعو في عندكم بلان قريب لحيئات نفعل الزيارات المرتقبة ونحن بالتنسيق تام مع سفارة سعودية في لبنان لأنه نشيد جدا سعادة القائم بالعمل والقيمين على السفارة اليوم هناك عناصر جيدي عم تعيد تفعيل هذه الدور نحن بدنا ننظم وفود متبادل نجيب وفد تجاري سعودي اقتصادي ونروح وفد لبناني ونعيد الحيوية للمشاركة في المعارض المؤتمرات اللي هلأ عصر خاصة أنه عند إكرار مراسيم النفط أنه لبنان عم بيحضر حاله ليفوت على الناد النفط في بوادر استثمارات جديدة نحن عم نقول لك هاول مرة في أمال يجب أن تقترن بالأفعال يعني هناك عديد من الأمال تعرفي فلتستمر هذه القوة ستنتري التفاهماتها توافقاتها ولتأخذ من القطاع الخاص ما يضهش العالم بس رح تكون استثمارات على صعيد زا بدنا نقول الشريحة الأكبر للبنانيين أم رح تحصر بطبقة معينة بشركات كبيرة عرفت شو قصدي لكن نحن اللي عنا الأفانتاج الكبير أو الحسن الكبير عملية إعادة بناء سوريا لبنان هو المعبر الطبيعي والرسمي بواب الأسلم شراك الخليجي اللبناني هي بواب الأسلم أو المجربة يعني اليوم كلنا بالخليج اللبناني هني بالمقاولات أكبر كطاع وكطاع المقاولي اللبناني شركاء مع السعوديين وعمرنا الخليج إن كان الإمارات ولا السعودي وسهمنا ببناء الخليج اليوم نحن نتطلع كهيات إقصادية وكطاع خاص إلى إجهاء بلشنا بالحكي وبلشنا بإنشاء سندق خاصة عندما يصير هناك السنين في سوريا وتعود عملية دخل أموال لعادة بناء سوريا من هو الشريك الأمثل والعنده أكتر خبرة يساهم بعادة بناء سوريا هلأ نحن في لبنان ما تكون محتكرتها شركات معينة يعني كل الكنترات يعني يكون فيه الشركات الصغيرة أو المتوسطة يكون إلى مجال بالدخول للسوق أو الإستثمارات الجديدة نتالي بتعرفي شو هو تعريف الحظ هو الفرصة اللي بتجي للناس هو أني المستعدين هالشركات الوسطة والصغرية إذا كانوا هني على استعداد لما بتكبر حجم الكعكي اليوم بالمملكة لأكلنا مرتاحين كالرجال عماني لأنه حجم السوق كبير إذا أنت فدت تاكل 10 مليون 20 مليون أهلا وسهلا ما في مليارات بينما في لبنان لما يكون الحجم صغير بيصيرها الشركة الصغيرة والوسطى تتنتش على فرصة قليلة اليوم نحن أهم شي نكبر حجم الاقتصاد لما بتكبر حجم الاقتصاد تكبر فرص صغرى والمتوسطة تكبر حصصها بس هؤلاء لازم يتأهلوا ليصير عندهم المكومات لمواكبة الانفتاح الاقتصادي اللي حيشهدوا لبنان كونه بدوا يدخل بالسوق النفطي والسوق الغاز وكونه بدوا يساهم بيرجع يصير معبر للتواصل مع الدول العربية خاصة العراق الأردن بلقاءتنا الدولية بهاية الاقتصادية لما كنا نعمل وفود برئيسة رئيس محمد شئير ونحن نستفيد أنه هو رئيس الأسكمي اتحاد المتوسط للغرق وفي عنا دستيز جاكس الرأف رئيس الاتحاد المتوسط للأعمال بزنسمان وعنا شهال العربي تصار رئيس اتحاد فرانشايز نحن نكون على الصعيد الدولي شو استفدنا من هاللقاءت كل لقاءتنا مع الدول الأوروبية نقل له نعملوا معنا شراكات مش على صعيد لبنان 1452 نعمل شراكات لأفرية نعمل شراكات للعراق نعمل شراكات للخليج نعمل شراكات وما بتكون نحن جاهزين كلبناني نحكي لغار عندنا الكافئات لما نوسع بكار الجغرافيا بعملنا تكبر الفرص نوظف لبناني كم لبناني نحن عم نشغل بالصعودية اليوم 350 ألف لا وكله شراكات لبنانية لأنه كلنا موجودين هون إذا رجعنا سهمنا بعادة أعمال العراق كمان نرجع عم نفتح فرص عمل للبناني لبنان الجغرافيا ما حيساع كل الخارجين 35 ألف خارج عندكم سنوية ما بيساع لبنان بدك تنتشر أنت ما تغرب يعني نحنا مش لبناني ورد اختراب نحنا مش مغتربين ما في اللينا وحطينا لبنان بشن نحن لبنان الانتشار منتشرين بها الدول منتابع مع صحيفة المستقبل لعنوان التحفى وملكية بالرئيس اللبناني وانفتاحهم ديبلوماسي واقتصادي وتجاري وإعلامي وسياحي وأمني وعسكري خادم الحرمين لعون لا بديل من لبنان وننتقل إلى صحيفة البلد عون ينهي القطيعة مع الخليج ومعراض تطمئن جملات والصورة من اللقاء القم من بارح بأرياض نتابع مع صحيفة اللبن قمة الملك سلمان عون ثقة وانفتاح وتحريك المساعدة قانون الانتخاب بين وزراء الكتل في الرياض والحريري وجعجع يتضمنان مع جملات هذه الثقة كانت مفؤودي شو كانت علة العلال في لبنان كان في حكومة ما في ثقة فخامت الرئيس العمال من شان عون بيوحيب الزائر بصحيفة الأنوار الملك سلمان السعودية تدرس ما أثاره عون من مواضيع اقتصادية وعسكرية أمريكي من أصل لبناني يشرف على حفل تنصيب ترامب حصة لبناني كبيرة بكلمة حفل الدولية ونتابع مع عنوين الصحف الصدر لصباح هذا اليوم صحيفة الشرق الزيارة رئاسية تفتح الأبواب المغلقة سلمان لعون لا بديل عن لبنان ونثق لقيادتك كثير مشاردين على أنه لا بديل عن لبنان وتجديد الثقام صار في بعض الشك وصار في بعض التشكك وصار في بعض الكذا بس اليوم بعد التصاريح السابقة كانت عم بت يعني عملت هالشو اليوم نحنا منرجع من أكد حيالله فصيل سياسي في لبنان أو حزب سياسي في لبنان له الحق يأخذ أي موقف سياسي بأي قضية يتعرض له نحنا منتمنى يبتعد عن الشتائم وعن التعريض بالشخصي وهذا شيء يمنعه القانون ويحرمه القانون وثانياً ما يكون موقف لبنان الرسمي نحنا ما منلوم بها السنتين الماضي بعد الأحزاب السياسي اللي هي حقها تعمل موقف أنا أستنكر منلوم الحكومة التي تقاعصت عن إجراء الحزم تكون حازمة وحازمة بإرساء علاقات جيدة مع الخليج نحن بدنا إيها ندية وطبيعية واليوم ما ننسى في عنا شغل اللبنانيين منتشرين بره عنا كارلو سليم ابن جزين البار عم بترشع عند خبات بالمكسي عنديك رؤسة جاموريات صارت عم تسير بالعالم لبناني رجال أعمال تتبوأ على المراكز نحن اللبناني والانتشار فعلاً ثروة لبنان ونفطه وعجوبة اقتصاده بخبر خاص لصحيفة الشرق بتقول حول البروتوكول السعودي عندما جاء الرئيس باراك أوباما إلى مملكة العربية السعودية استقبله في المطار أمير الرياض لاحقاً انتقل من قصر الضيافة إلى القصر الملكي حيث أدت له التحية ثلة من حرس الشرف وعزف النشيدان الوطنيان السعودي والأمريكي هذا البروتوكول ذاته لاعتمد في استقبال الرئيس عون ولكن أكيد عزف النشيد الوطني لبناني لسعود لو كانت ملفتة وقت الملك أم صلى لما كان أوباما موجود بالعناوين أيضاً الانتخابات في أيار ونقطع السطر يعني الانتخابات بموعدة هيك بيقول الرئيس الحريري متفهم مع رئيس عون على كل شيء وننتقل إلى صحيفة البناء فشلون تركي في تحميل قوى المقاومة خرق الهدنة وروسيا تدعو للتحضير لأستانة اختبار الوحدة الفلسطينية في بيروت بتشجيع بر لدورة كابوجي للمجلس الوطني عون ينهي زيارة ناجحة للرياض بفتح ملف الهبة وعودة السياح والحوار للخلافات بدنا هذا العنوان نتمنى شهر لوحي بس على الكوة السياسية الوضع الأوكليمي اليوم ما هيشهد بعد تسويات بعدها مبكرة هيشهد يمكن شوية هدني من هون إعادة الحروب والنزاعات من هون نحن نتمنى ما ننجر وراء تلك النزاعات لهلأ ما إجا حل جزري للمنطقة السورية ووضعه والعراء بس نحن ندل منصر فيه متوافقين على القضايا الإنمائية الاقتصادية إعلاق شعل اجتماعي في لبنان وإبقاء أراءنا السياسية ووجهة نظرنا بما يحدث بالمنطقة على جنب نحن أخذنا تأكيد من دولة الرئيس مجلس وزراء الشيخ سعد الحريري أنه هو لن يعود إلى الانقصامات أخذنا تأكيد من دولة رئيس مجلس النويب أستاذ نبيه بري وتأكيد من فخامة الرئيس أنه هذا العهد بده يكون عهد الإنجاز فلننصرف إلى العمل سائم اللبنانيون كل الشعارات وصدقوني اليوم الكرامات هي نحن نكبر حجم الاقتصاد نرجع نحل الأزمات الاجتماعية وكل القوى السياسية ويعي الأهمية هذا الموضوع بدنا يمنون خليكم متفقين وتركونا نشتغل ونحن بيزل كل تلك الأزمات نقدر نعمل نمو اقتصادي ونقدر نستفيد ما حدا يقلنا لأنه في حروب المطقة نحن والله عنه هذا الجمود والركود جمود والركود نتيجة فشل شو رأيك بنهود لبنان نحو دولة الاستثمار للاستاذ روجي ناس ناس كتير مهم هذا البرنامج اللي حقته للاستاذ روجي واليوم الاستاذ روجي أثبت فعالية بإدارته للمجلس الاجتماعي الاقتصادي الوطني ونحن كهيئة اقتصادية وحتى كعمال يعني أول مرة بتلاقي هذه الشراكة بين أرباب العمل والأعمال مع المجلس الاقتصادي الوطني بيتأكيد على أهمية اعتمادة هذه خخارة الطريق ورؤية الحكومة إذا بتنفذها منقدر نوصل إلى النهول بلبنان يكون اقتصاده عم ينمى بشكل صحي وسليم ويأمن فرص عمل لكل الخارجين رح نبدأ بالكاريكاتور اليوم نبدأ مع صحيفة الشرق بين بره وجمبلات جمبلات بيقول على الستين ما به بيقول له بيقول له لأ عسكين يا بطيخ شكله عسكين يعني اليوم لحديت هلأ أستاذ عبدوست نتالي لدينا مشكلة نحن نعلم الناس كيف تصوت على الستين ده بيصير لدينا مشاكل ولا سيطارة وكيف نعد صوات على الستين كيف إذا عنه نجديد هلأ بدك تعلمني أنا إذا بدي أترشح بجلزين أو بدي أقترع بجلزين كيف صوت على المختلط ولا النسبي ونسبي هون ودير صعب شوى هذا الهاء وملهات للناس للمجتمع المدني نحن ما لدينا مشكلة إذا كان ستين ولا إذا ما قدرين نغير بالأشخاص فلنضغط للتخيير بالإداء بالأداء خليك أنت خي مش قادر غيرك خليك قاعد بس غير بإداءك كيف عم نغير صحيح تجربة المجتمع المدني كانت فتية ولم تتمكن من توحيد صفوفها بس تمكنت من توحيد شعاراتها كل القوى السياسية اليوم خيفان من المجتمع المدني صدقني كل القوى السياسية أمامها تنين طلع هكت اسمه المجتمع المدني صحيح لو فرطع من هون وحرام كانوا فتية نحن بأعمالهم كنا لدينا حرب أهلية وعامنات يعني كنا بغير طريقة أولاد أكتر منهم يعني معرفنا تصرفنا بيقول لهم من هون بيقول لك ما عندهم التجربة بس الشعارات اللي أطلقوها أجمعت كل القوى السياسية على ضرورة اليوم تغيير بالأداء ضرورة اليوم طرح ناس ووزراء كفو ومرشحين كفو لتأمين حلول أصلا استحداث وزارة الدولة لمكافحة الفساد كانت مهمة وليفتي وتحويل كل هالملفات لو وزارة طعنة بكل الملفات طبعا 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 لأن الفساد يعني هش اليوم بالاقتصاد بالبشر وبالحجر أكتر ما أن يعني أكتر من العدوان الصهيوني وأكتر من الوصاية السورية يعني العدوان الصهيوني فتك بالبشر وبالحجر الوصاية السورية فتكت كمان بالبشر والحجر والفساد اليوم أشتفت كان من هؤلاء يعني من الوصاية السورية ومن الاحتلال الصهيوني كامل بكاريكاتور أنطوان غنم للجمهورية جعجع لا نقبل بقانون لا يقبل فيه جنبلات القويت يا قرد أبتقبلش بقانون قرقة على البيك لابس الزيل لا اللابس بفوق الألوس المارونية متحت زي الدرز حلوها جوا من التفاهمات وحلوها جوا من التوافقات حتى سبحان البغير وما بتغير حتى الغزل بين حزب الله والقوات اليوم مطلوب ولو بقي بحدوده الأدابية الإعلامية ولو يمكن العنوين السياسية مثل ما بقول دكتور سامير جعجع أكبر والاختلافات السياسية أكبر أن تعمل نوع من تفاهم اللي صار بين القوات وعون لأن القوات وعون ما كان فيها الاختلاف الجد ولكن هذا الغزل الإعلام وهذا الاسترخاء وهذا التوافق وهذا الاحترام المتبادل هذا المطلوب من القوات السياسية وتركونا نشتغل بيه صحيفة النهار أرمان حمصي زيارة عون للسعودية طيارة ألبة صفحة صفحة جديدة معبرة أكيد صفحة بيضة الحمد لله عناينا كتير بهذا الملف عناينا كلبنانيين إحنا موكمين بالمملكة وعنا لبنان من غياب أشقاء السعوديين والخليجيين واليوم الحمد لله صفحة بيضة وكتير خير الله أطيط على سلامي وما عطي تأثير سلبية أكتر من هيك وهذا دليل إديش المحبة اللي بتكنل للمملكة إلى لبنان بسرعة نفتح الصفحة والمحبة اللي بيكنل لبنان طيب شو داركم اليوم بتنمية العلاقات اللبنانية السعودية هل هو عنوان فطفاض أم في برنامج في خطوات وضعت على الأرض إن كان بغرفة تجارة والصناعة والزراعة عن عمل غرف تحكيم ومجالس تحكيم ومجالس أعمال وبالسفارة السعودية في مركز للأعمال للتسهيل بدنا نقاطعك بس لأنه عنا أكسيدان كتير كبير رح يرجعي نضم لإلنا أليكسي نعمي نائب ودير إصعاف والطورق بالصليب الأحمر لبناني أليكسي صباح الخير من جديد صباح النور تفضل شو عنا؟ للأسف حادث سار وقع من طريق المسلك الشرعي من الحزمي باتجاه الدورة على مفرق سنة في إسهول الخضرة نعم في خمس إصابات بين حالات متوسطة وحالات حريجة تمنى الأول إصابة حالة حريجة على المستشفى ويتم إخلاء الإصابات كلها على المستشفى المحيطة نعم عم شوف الصور في ثلاث يارات إصعاف على الأرض وعم تشتغل بالحادث لكن بدنا ننصح المواطنين أول شي نقول الحمد لله على السلامة للأشخاص وما بعرف في جراء شو هذا الحادث سبب صرعة بيّن شي ولا بعد مش معروف بعد بس خلينا نقول يعطيكم العافية أليكسي شكرا أنتو كل فرق الإصعاف بالصليب الأحمر وعم نشوف الصور لهذه الحادث اللي وصلت لنا هلأ وبالطبع الدعوة لكل الأشخاص يلي بدون يسركوا هلأ الطريق أنه يغيروا طريقهم ويمشوا شوية مهلون لأنه يبدو أنه فيه كمان تسرب لمواد مزوط على الأرض ما شفنا أو زاد يمكن تصحيد كان صورة بقى بليز غيروا اتجاه الطريقكم هلأ أخذوا غاية طرقات تانية حتى ما يصير فيه زحمة ساد على طريق الكارانتينة بعد فينا نرجع نشوف الصور للحادث يا ما خلاص هكتواجع قلبك زيادة لا بس خرينا نشوفهم سلامة المصابين أكيد إن شاء الله تكون الإصابات نتوضي هن لكن الحادث عم نرجع نشوفهم على طريق الكارانتينة باتجاه عن سوق الخضرة مسلك الشرق نعم ونتمنى من الناس عدم نسؤوله كذلك الطريقة لأن فيه خمس جرحة بين حالتهم بعض منهم حريشة نرجع لألك بدنا نحكي شيء تفاولي أكتر المركز الأعمال اللي عمقوا في سفارة سعودية هو كمان لتسهيل عملية إنشاء الشراكات هلأ اليوم نحن شو عناينا نعمل كليبنانيين أنه نكون جاهز نكون عندنا الجهوزية تامة للانصراف إلى العمل وما نلتهي بقى بأي عنوين عقيمة ولا أي شعارات دولية أو كليمية شفنا أنه كل الدول بتتوافق وتتفق وتتفق علينا وتختلف فينا كل الدول أمامنا نضع الاقتصاد أولا أمام عيوننا لإنقاذ لبنان الانفجار الاجتماع اللي كنا هنوصل قبل ما نخطب نحن وياك لفتتنا مبارح اللي كتبوا عباس زهري أحد منظمين على مجموعة سكر خطك قال في رقم تلفزيون عم بيحكي عن تنين الصباح الساعة سبعة ونص اتصل فيه ليعمل معه مقابلة الصباح على الهواء باعتقد سلخته مسبة وكملت نونتي نحن بدنا نشكرك لأنه نحن اللي اتصلنا فيك ما بينفعل الاعتذار وقالت أنك بعدك واعي على كل حال وطلبنا منك نرجع نحكيك بعد عشر دقايق اللي تلق ما بتقدر قبل الساعة تسعة فإذا بدك تكون بمكان المسؤولية لازم تردع كل الناس وخاصة الإعلاميين يا استزعب بس مش هيكي بيتعاملوا مع الناس بقى بدك تروق ع وضعك وما تعتقد حالك يعني إذا سكرت خطك نهار عملت شي قصة بالبلد بقى روق شوي ورد عن الناس وخاصة الإعلاميين والرد بده رد صحيح لا يجب احترام الإعلام أنتوا جيش موجود على الأرض ألي أعطيكم ألف عقل فينا للصورة نحن نوصل صوته بالنهاية نحن نوصل صوته أنا مع أنه أي وسيلة آلمية أي بده أي خبر للعالم تكون جاهزين خاصة نحامل قضية لحامل قضية إذا مؤتمن قضية تو بدون يسهر بالله لما ينام إذا بدون ينام لا يعمل قضية ولا يسكر خطه بالخرب لعنده قضية ما بنافس أصحاب القضية لا تنام ونحن ما نمنا وبتعرفوا 24-7 أي شيء بيتعلق بأي قضية صديق تصلوا فينا نحن حاضرين وما يعمل بطولات ولا يجي يعمل لتسكر خطك عنهار وينزع البلد وعم بتسلب الناس أبدا خلينا نشوف مجموعة من الصور قبل ما نختم نحن وإياك من جمال لبنان الحلو يلي عم نرجع نشوفه خاصة تحت البساط الأبيض نرجع من عين حرشة بقضاء رشاية الوادي صباح الخير لكل أهيل البقاع الغربي وأيضا مجموعة صورة تانية من عشقوت بالليل أول تنباري واو حتى عشقوت التلج صحيح والجليد الصور وإحنا ليس منعدي يكون على جزين تعملوا حلقة مفاوية يلا طريقة بالإبقاع كمان من خضر السماحة صباح الخير لكل أهيل البقاع وطريقة أيضا شعت نبع البق حلوين الصور هاوض المواطنين من كل ابناء مثل ما عم تشوف خير الله هايدا بيكبر القلب أنا عشاد عم يتابعونا صحيح 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 كمان بالليل عند مغيب الشمس شكرا لكل أهيل عم بيبعطونا صور وأيضا فيكم ترسلوهم هلأ ونشوفهم هلأ أو بكرة حسب توقيت وحسب الضغط نحنا بنشكرك نحن بنشكركم يعطيكم ألف عافية دائما السهرانين والصحيين بكير على المصالح بس قبل قبل ما نروح كمان مع الأسف خبر محزن عن الوكالات في نقل عن وكالة أنباء الإمارات خمس إماراتيين بين قتل الهجوم بيقا ضهار لحصل مبارح ايه افغان وكان فيه سفير الإمارات بين المصابين شكرا لك أهلا وسهلا فيك هلأ نروح لمحطة إعلانية ومتابع نحن ويكون أجون داليون